قاتمة للوضع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا يقدمها أكبر تحالف لقوى المعارضة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة دعا أنصاره إلى الاحتجاج على تدور الحالة المعيشية وانتشار الفساد وللمطالبة بالتغيير بعد عشر سنوات من العودة إلى ما سماه الحكم العسكري نريد أن نحتج على لا مبالاة النظام وتفرجه أمام هذا الوضع وهو في الواقع وضع نتيجة لسوء التسيير والفساد الذي يطبع سياسة هذا النظام منذ سنوات وينضاف إلى ملفات أخرى الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يقود تحالف الأحزاب الموالية للسلطة والذي يملك الغالبية في البرلمان لا يرى في الحراك الجديد الذي تخطط له المعارضة أي خطر على استقرار البلاد السياسي لم تستطع تقديم تشخيص موضوعي للوضعية في البلد كل ما تقدمه هو أراء غير مبنية على حقائق المواطن فهم أنها معارضة لشخص محمد العبد العزيز وفي الشارع لا يظهر الكثير من الموريتانيين اهتماما كبيرا بالاستقطاب الحال بين المعارضة والموالاة من الواضح أن موريتانيا تتجه نحو فصل جديد من المواجهة بين المعارضة والحكم لكن رهانات هذه المواجهة ليست في الاستحقاقات البلدية والتشريعية أكتوبر المقبل وإنما على الرئاسيات المكررة في غضون سنة بينما تستمر تكهنات بشأن تغيير الدستور وولاية جديدة ومرشح يدعمه الرئيس وهو ما يثيره كلك المعارضة خليل والجدود العربية نواك شوت